مباراة بتاعة منتخب المصري ومنتخب بوركينا فاسو والمقرر لها إن شاء الله أنها تتلعب بكرة في المرحلة الثالثة من تصفيات كاس العالم مصر هو الثالث فوزنا الحمد لله في المباراتين السابقتين ومعنا في رصيدنا ست نقاط رصيد بوركينا أعتقد أربع نقاط مصر بكرة هتلبس اللبس الأساسي بتاعها الشورت الأبيض والتيشورت الحمرة بوركينا هتلعب بها اللبس الأخضر ونراهن على إن شاء الله رجالتنا بكرة في إنهم يقدموا الوجه الحقيقي لمنتخب مصر ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكابتن حسام في أولى مباريات المنتخب الرسمية تحت قيادته أعتقد أنها فرصة خصوصاً إنه الملعب هيكون ممتلئ من زمان أصيبك من دورة الودية أستاذ مصر وفتتاح لأستاذ بتاع مصر ده قصة لكن بكرة المشهد في أستاذ القاهرة هيخدنا فلاش باك كده لألفين وستة فاكرين ألفين وستة والله كانت ألفين وكام وتسعتاشر برضو الجماهير الحقيقة أو تمنتاشر يعني بنتكلم على طبعاً تأهل مصر لتصفيات كس العالم بطولة أفريقيا لإستضافتها القاهرة برضو الجماهير كانت منكسرة داني دايماً الجماهير في ظهر المنتخب طول ما منتخبها حاضر ونتمنى إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر بكرة بإذن الله والتشكيلة تقريباً يعني هنتكلم فيها النهاردة لكنها تقريباً تقريباً عناصرها عناصر الحمد لله مكتملة ومشى اللي مع جابتن حسام تطلع منتخب أكيد كويس جداً ونراها إن شاء الله على تجربة تعد بوركينة بكرة إن شاء الله ومن بعدها غينية اللي هتكون خارج الأرض إن شاء الله يوم عشرة يوم الثلاث القادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر